ما روان أنا خايفة هو لأ أنا قوي ما أقول لك على حاجة ما تدخل إنت هتحضر وبعد كده هتحكي لي إيه اللي حصل ما أقول الكلام اللي أنت روبي إيه ده زينان أمك لازم تشوفك وبعد إيه مرة عامة مش هتوب جبارة طامنة غير وإنت موجودة دون أنا حاجة تاني أنا مش عايزاها تشوفني وإنا على إيه كده إيه ده إلها كل مقدر عليه ده إلوك إن إحنا نده إلها نطلب من ربنا إن هو يستهيب لدعائنا بس أنا عز أقول لك على حاجة مهمة جوا يا زينب قولي يا حبيب ربنا هو الحكم العدل بحط كل واحد في مكان الصح ما فيش فيدينا حاجة ده إلوك غير إن إحنا نرضى بحكمه ونعمة بالله بس أنا لأنا لم أم أقوي الجنج مهنوش فايدة ده إلوك يا زينب أنا كلمتي عزة مبارح وهو طمني واجلي إن كل حاجة وجزام إحنا عزين واكتر كمان بس الشاهد قالت غير كده شاهد مهمية شطرة وفاهمة كل حاجة بس عزة خبرها وأنا مصدد وإن شاء الله كل حاجة هتوبة زي الفل ملو أنا عارف إن إنت بتقولي كده عشان شايفني الآن بس حاسة إن إنت مخبي عليّ حاجة أنا بعرفك من عينيك عشان خطري لو عزة تقالك أي حاجة متخبيش علي أخبي عليك إيه بس يا زينب أنا حافظك تقولي الطامنة وأنا متأكد إن ربنا هيوجف معنا عشان خطريك أنت بس يا زينب أيوة كده اضحكي كل حاجة هتوب بخير إن شاء الله يا رب اسطرها يا رب اسطرها اسطرها وجف معنا يهدي يا عمتي مش كده أهدى إيه بس يا حاسن أنا جالبي هيوجف سلامت جالبك يا عمتي بجولك يا حاسن اتصل بريتال وجولها إن إحنا وصلنا خلاش دلوك هذا كل إدناي خلينا لما نخلص يا حبيبي تلاقيها جاعد على نار دي مهما كان أمها عايزة تطمن عليها تلما ما انتصلتش يبقى مش عايزة تعرف حاجة إلا بعد الحكم يا حبيبي تلاقيها خايفة تتصل تجلجان عليها جوي كده عمتي أيها عمال إيه؟ ريتال دي حتة مني تغلط أديها فوق دماغها لكن لو جالتها قلبنا اللي هتوجع عليها عمال إنت فاكر إيه يا حاسن بنا يخليك إلينا يلا يلا اتصل بيها اتصل بس لو هبت فيك ما تزعلش منها بتردش طب تكلم شانس كده؟ بتردش هي كمان طب شوية كده نرجع نتطمن عليها هاي عسن بكلمك بقلي كتير قوي انت فين؟ قلقتني ثانية واحدة وهبقى أصابك إيه يا عزت كل ده اتأخرت قوي؟ أنا متأخرتش والحاكة وبقى إن شاء الله الأمور هتمشي على خير طب قولي بقى انت متوقع إيه؟ مش فاهم قصدك لا فاهم قصدي كويس قوي انت عارف أنا قصد إيه؟ يعني ممكن القضي تتخيل يحكم بإيه؟ أنا إيش عرفني إيه اللي ممكن يحصل ورا الباب ده؟ لا ممكن انت عرف بس مش عايز تقولي صدقيني أنا لو عرف أي حاجة مش هخبيها عليك يمكن خايفها زعل أو وردت فعلي ما تبقاش متوقع يا ستة نعرف إن انت محامية شطرة وفاهمة في القانون كويس قوي وأي حد هيقف ما بين إيدي القاضي أكيد هياخد حقه وبعد إن أياً ما كان الحكم اللي هيصدر يا شهد أكيد هيصدر بموضعية جديدة جداً أقولك إيه؟ تعالي نشوف الرول الأكبر وإيه؟ يالت ربنا يجيب له هاجب سليمة شهد الله خير أنا جالبي مش نطور ما قولك يا عمتي؟ ما تقوليش الكلام ده جدام زينة البطاطة يا عوشي تعالي يا مروان أنا ما بقولك إنت ما تهدي أمتي؟ بحاول والله يا مروان من ساعة ما طلعنا من البلد وأنا بقول لنفسي إنه كريمة هتروح معانا لكن جالبي بيقولي لا ما فيش حاجة في يدينا دلوك لنا ولا أنت ولا حتى عزة كمان هو عزة قالك على حاجة وأنت مخبيها؟ أبداً والله أمال هو فين؟ أنا لسا مكلمه مجال إنه وهنيه هو وشهد طب كلمه تاني خليه يجي يوجف معانا يطمننا حاضر يا عمتي هكلمه تاني بس أنا عايزك دلوك تارني زينة في خضنك هي محتجالك دلوك أكثر من أي وقت تاني زينة بجوية هترضب اللي ربنا يكسمه أنا اللي جلجان عليها هي البت ريتال أنا عجلي مش ميصدق إنها مجادش معانا عشان تطمن على أمها هي جالت إنها مش هتقدر تيجي خايفة من الحكم لا ريتال مش صغيرة ولا ضعيفة أكيد في دماغي حاجة ياريتني كنت عالتجارها ولا جيت معاكم ما مش مسدقة يعني إنها خايفة من الحكمة ولا خايفة من المحكمة أنا أكثر واحد أعرف ريتال يعني كنت أجيبها بالعافية لا أنا كل اللي بطلبه من ربنا يرحمنا برحمته كفاية اللي حصل همين يا رب العالمين ريتال مش عايزة ترد ما تيلقش يا حاسم أول ما تخلص الجلسة أنا هكلمها مش متطمن تكلم شمس تروح لها حاولت معايا كمان ما بتردش معيني قلت لها ما تسيبش التليفون بنا يجعله خير بنا يجعله خير أقول لك على حاجة أنا متأكد إن كريمة هتطلع معنا المعرضة منتقلم خليك متأكد كده أنا بقول لك وصل العائلة دي فيها عمودين لا يمكن يجعب بدنا كريمة وجبرية يسمع منك ربنا يا حاسم تسمع مني أمي أمك عاملين زي الصخر نفيش حاجة تقدر تكسرهم أنا كمان عدا بطمن نفسي زيك لا أنا عايزك تتطمني على الآخر زينة أنا عايزكي طبعا نائزناك يا حاسم امي أمي 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 فين عزت؟ بسي مكلمه هو مع شهاد مش يجي يوجوف معنا هيجي المهم أنت رهيجية أنا مش متضمن والكلامه معاي مبارح مرايحنيش وحسس إنه جل جم الحكم والله هونك مان يا حاسم طب هنعمل هي لو الحكم طلع مش زي ما احنا عايزين انا خاف على زينب جوي ما كمان جلجان جوي على ريتال لما جالت انها مش جاية استغربته حسيت انها عملت كده عشان حاسة ان كريمة مش هطط معه مش عايزها تسمع الحكم بودانها اي طول الليل ما نمت ايش اعمال اطمن في زينب بس انا جالبي مش ما اطمن ازاك حاسة؟ ازاك نجد تفيني حست؟ انا كنت بتطمن بس على الترتيب الاضيع طمني ايه؟ اعيز الحق تناطيل الده اعيز الحاج او جانا مش متطمن القضية صعبة اوي ما احنا عارفين انها صعبة مان هجابينك ليها متر؟ انا هحاولها لا انت لازم تبقى عارف ان احنا سابين مرط عمي امانة في يدك انا مش هستح ما ندخل معاكم القاة باولك يا عمتي لو كده خليني هستنى هنا مش هايلفى يا زينب ماما دلوقتي محتاجة تشوفنا كلنا حواليها ما انت مش رادة تقولينا اي حاجة تطمينينا بيها يا زينب اقول ايه طيب اقول اي حاجة ان شاء الله تجدبي بس فهمينا بالراحة بالراحة يا زينب شهد يعني في يدها ايه تعملوا في يدها ايه تعملوا ما هي محامية باقولك يا زينب انا عصابي خلاص على اخرها عصابي تعبانة سيميني دلوقتي طالما عصابي تعبانة يعني انت مخبية علينا حاجة يا بنت يا خب عليكو ايه بس مانا زاي زايك هو وقفة ومش فهمة اي حاجة ولا عارفة ان لا يحصل في الجلسة ولا الحكم هيكون ايه